في نشرية خاصة أقول لما أتقلق تزول أو سقوط أمطار في منتصف العيل نعم نبه الدولة الوطنية للأصاد الجوية من خلال خريطة اليقضة من تساقط أمطار غزيرة تصل كمياتها إلى 25 مليمتر محلياً بالولايات الوسطى كندية بومردس بويرة وأيضاً بيجاية الولايات هذه الأشرية صالحة من منتصف ليلة اليوم إلى غاية صباحة الغت شقوط الأمطار أثر على المحاصيل حالياً؟ أكيد يكون فيه فائدة فائدة إيجابياً لأن الأرض هي عطشانة تحتاج إلى المياه لأنه كما على بالك لأنه اشتاغ هذا العام كان شوية جفاف فاشتاج متأخر فكل ما جد تنفح إن شاء الله يا رب إذن فقط تنذكر أنه مشاهدين الكرام لحد هذه اللحظة تم تسجيل 6 وفيات ومئة أو 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع أو لترتفع قولاً حصلة إلى 3382 حالة وعدد الوفيات إلى 425 وفات حصلة كبيرة أتمنى أنه يتقل حتى عدد الحالات التي شفيت أيضاً عدد مطمئن مبشر بالخير أتمنى أنه يفوق عدد الحالات الشفائية يفوق عدد حالة الإصابات إن شاء الله في القادم الأيام أتمنى أنه يتقل ارتفاع هذا نظراً لعدم وعي الناس بخطورات هذا الوضع الحالي خصوصاً مع رمضان خصوصاً مع اللهفة الكبيرة والإقبال الكبير على الأسواق وعدم احترام الإجراءات الوقائية مسافة الأمان وأيضاً إجراءات الوقاية للقفازات وأيضاً الكمامات فهذا ربما رح يزيد الحالات أكثر لكن أتمنى أن المواطن يكون أكثر وعي معليش تخرجوا لكن كنت تتابعوا أسئل بالوقاية رح تكون حافظوا على أنفسنا وحافظوا أيضاً على الناس اللي معانا شحيح زيدة حنت رح لك سؤال في ما يخص موضوع البيئة اليوم ماذا تفعلين بالكمامات والقفازات بعد استعمالها للوقاية من فيروس كورونا؟ أكيد ترمى في سلة المهمالات أقول وهذه هي كارثة الكبرى هذه كارثة الكبرى البيئة دقوا نقوص الخطر لأنه ملايين من البشر ستستعمل القفازات ستستعمل الكمامات بشكل يومي كل أربع ساعات كمامة فهذه كميات كبيرة وكبيرة جداً المشكلة الآن في رمي هذه وفي طريقة تخلص من هذه الكمامات الكمامة تبقى شد هذا الفيروس لمدة ثلاث ساعة إذا كان صاحبها مصاب بفيروس كورونا رح تبقى هذه الكمامة حاملة هذا الفيروس لمدة ثلاث ساعة تقريباً فلما ترمى هذه الكمامات ونعرف أنه يعني ما عندناش هذه كل عدد ثاني ما أنه رمي القمامة في مكانها وبطريقة آمنة فبتالي بزاف كمامات رح يمرمي هكذا في الأرض وهذا الشيء رح يكون أنه فيروس رح يكون في الأرض لكن بالنسبة للسلات المهملة أمر عادي لا ليس أمر عادي لأنه ليست فضلات عادية فضلات فيروس كورونا هي فضلات غير عادية لأنه فيها فيروس هذا اللي ما زال حد الآن هو فيروس يعتبر جديد من ناحية تركيبة تعوه فعلاً أيضاً نعم قديم لكن جديد من تركيبة تعوه لأنه كما قلنا تحول وتطور فهذا العلماء الحد الآن ما عرفوش مدى تأثير هذا الفيروس مدى بقاء هذا الفيروس مدى تأثيره على مختلف الكائنات الحية فعندما نستعمل هذه الكمامات هذه القفازات وتكون حاملة ذلك الفيروس نرميها هكذا بطريقة كالقمامة العادية رح تكون بؤرة لانتشار الفيروسات طريقة تخلص من هذه الكمامات يجب تعقيمها بماء الجافيل أو بالماء الساخن جداً هذه في البيت؟ نعم ولكن في حالة ما في العمل أو ربما فيه؟ والإدارة التي تكون تتابعة لها الموظفين هدوك تكون بتحقيم هذه الكمامات وضعها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وأيضاً وضعها في حاويات خاصة لغاية تخلص منها من طرف السلطات المحلية هذه أمر مهم ومهم جداً لازم مواطنين فعلاً نقي أنفسنا لكن لازم نرد وبنى أنه بعض رميها من هذه الكمامات لا يجب أن نتوعى بوجوب أقول يجب أن نرتدي الكمامات لكن زايدة لما نرتدي الكمامات ونعود نرميها رح يعود يرجع لي هذا الخطر رح يعود يبقى دائماً هذا الخطر قائم لما تخرج أن ترد الكمامات وغيرك ربما كثير من الناس نشوفهم الآن لن يرتدي الكمامات وهذه الكمامات ما رأي في الأرض فأكيد حيث تطير الفيروس رح ينتقل رح يكون انتشار أكثر ويقيس أكبر عدد من الناس فلما تحمل نفسك اليوم غداً ما ركش محملي أنه بؤر انتشار الفيروس ستكون منتشرة في البيئة ورح تكون مختلف كائنات الحية في خطر كبير وكبير جداً خطر كبير يعني احنا ما نشوفوش هذا بأمر يعني بعين الاعتبار لما تحدث كاريتا باش نتقطع ناقص الخطر لكن أنا كما قلت زايدة في بداية المونيك درها موقعي أخر من قطع عيلا أكيد صاحة المسؤولية مسؤولية المواطنين نقطة أخرى أيضاً مهمة ومهمة جداً معظم مدن العالم ليس فقط للجزائر لكن معظم مدن العالم لجأت إلى تعقيم الشوارع لجأت إلى تعقيم الشوارع بمادتي الجافيل وأيضاً الكلور من المعروف أن هاتين المادتين سامتين جداً ومؤثرة كثيراً على مختلف كائنات الحية من إنسان من حيوان من نابات وبالتالي لما تتساقط الأمطار عندما نقوم بتعقيم الشوارع كما نرى في الصور نقوم بتعقيم هذه الشوارع وتتساقط الأمطار بالتالي ستمتزج هذه المواد سامة بمياه الأمطار وتذهب إلى التربة والمياه معروف استعمالتها اليومية فبالتالي ستأثر على مختلف كائنات الحية ويبقى دائماً الفيروس ينتشر وأيضاً يؤثر على مختلف الكائنات الحية لذلك يجب يعني صح أنه كورونا كان مفيد للبيئة لكن الإنسان بتصرفاته اللامس أولى والغير مدروسة نخمه فقط الآن نقيم لكن ما شفناش تأثروا على البيئة أثروا فيما بعد فبالتالي ستكون هذه المواد سامة تمتزج مع كل المياه الأمطار كما قلت وتنتقل إلى المياه ومنه إلى التربة وتأثر بذلك على كل الكائنات الحية لذلك صحيح أنه أسليب الوقاية من كورونا فعالة بالنسبة للإنسان في حد ذاته لكن يجب رميها واتخلص منها بطريقة سليمة وآمنة للحفاظ على البيئة وأيضاً على الإنسان أنه كما قلت رح تكون تعتبر هذه المناطق التي ترمى فيها هذه الكمامات وهذه القفازات تعتبر بؤر أخرى لانتشار الفيروس مرة أخرى إذن هي المسؤولية أظن سيهم ربما توافقيني رأي مسؤولية أخصائيين البيئة بصفة عامة يعني يجب الاكثار من الحمالات التحسيسية حول هذا المنظور حمل تحسيسية بخبار البيئة بتعاون مع فعالية المجتمع المدني لبوسائل الإعلام بوسائل الإعلام كما الآن هو فيسبوك ومختلف فصائد التواصل الاجتماعي ربما عندها الدور مهم ربما أهم من شاشات التلفزيون لأنها تصل إلى أكبر شريحة من المجتمع وبالتالي لازم تعمل التحسيس عملية التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة وحفاظ أيضا على الأنفس من خلال الرمي السليم لأسليب هذه الوقاية للكمامات وأيضا للغفازات وأيضا تعقيم الشوارع لملاء المياه الساخنة أيضا تعتبر أنها من أكبر لأكثر الوسائل فعالية في القضاء على الفيروسات والقضاء على الميكروبات لنستعمل الماء الساخن عوض مادة الجافيل ومادة الكلور حفاظا على الأنفس وعلى البيئة نسأل أننا نخرج من هذا الكابوس قريبا إن شاء الله إن شاء الله يا رب أنه فعلا أطبعها يؤرقنا بشكل كبير خاصة مع شهر رمضان ولفنا الصهراء هذا لما بعد الإفضاء لما تسمع الأطفال اللعبوا براء لما تشوف الناس راحل المساجد تحطل تراوح هذه الروحانية تعيش أكثر هذه الجو الحميمة رمضان تبدل زيارات بين العائلات هذه السهارات افتقدناها كثيرا هذه السنة كيف تقضي وقتك بعيدا عن البيئة قراءة الكتب المطالعات تحدث لفقرة البيئة والعمل أيضا لأننا مدينة نستمر في العمل بالتوفيق لك سيها شكرا لك وصحة طورك اليوم صحة طورك إذن مشاهدين الكرام مواضيع شرق مونيك لازلت متواصلة ولكن بعد فاصل قصير